لا يزال التوتر يتصعد في الظفة الغربية التي تشهد منذ 7 من أكتوبر اقتحامات إسرائيلية مستمرة وسط مواجهات مع المقاومة وبالتوازي مع تصاعد عنف المستوطنين وتزايد هجماتهم على الفلسطينيين وفي آخر التطورات استشهد فلسطينيان واصيب ثلاث آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة الجيب شمال القدس كما استشد اثنان آخران بعد اقتحام قوات الاحتلال مستشفى جينين الحكومي بالإضافة لاستشهاد طفل في مخيم شعفات وفق وزارة السحة الفلسطينية واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جينين في الظفة الغربية مرفقة بالآليات العسكرية والجرفات التي انتشرت في أحياء عدة مما أدل اشتباكات مع المقاومة وسط إطلاق نار كثيف وتدمير للبنية التحتية حسب ما أفاد به شهود عيان وبالموازات مع ذلك اقتحمت مجموعة من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال التضييق على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى فضلا عن منع الفلسطينيين من الضفة الغربية الوصول إلى المسجد وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطع غزة صعد الجيش الإسرائيلي عمليات الدهم والاعتقال بالضفة الغربية مخلفا إضافة إلى القتل والجرحة أزيدا من سبعة آلاف معتقل وفق نادي الأسير الفلسطيني في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من انفجار الوضع في الضفة أميلا بن دحمن دراتي عربي